لا قانون دوليا حكمها ولا قرارات من مجلس الأمن خمس سنوات مضت كانت فيها روسيا فوق القانون العرفي قصفت ودمرت وقتلت في سوريا دون أي رادع رغم أنها طرف مشارك فيما يسمى آلية التحييد الإنسانية آلية تحولت إلى حبر على ورق بحسب الواقع على الأرض لتحييد عنها موسكو الآن على العلن رسالة روسية قصيرة تسلمتها الأمم المتحدة والتي بدورها أبلغت فحواها لعدة منظمات إنسانية وإغاثية في سوريا جاء فيها أن روسيا لن تشارك بعد الآن في نظام تحييد الأماكن الإنسانية من الاستهداف والتي كانت الأمم المتحدة وشركاؤها يستخدمونه لتبادل المعلومات مع أطراف النزاع ورغم فشل الآلية في حماية أي مواقع إنسانية في سوريا من طائرات الروس ونظام أسد منذ عام 2015 جددت الأمم المتحدة قلقها من الخطوة الروسية الحالية مشيرة إلى أنها تدرس آثارها على العاملين في المجال الإنساني والعمليات الإنسانية على أن تناقش الوضع أكثر في الأيام المقبلة هي خطوة قد تزيد من الكارثة رغم وقوعها منذ سنوات وربما تنعكس آثارها على الخطوات التي تسير فيها الدول ومجلس الأمن لتجديد آلية دخول المساعدات إلى سوريا العابرة للحدود والتي تحاول موسكو عرقلتها مع نظيرتها الصين ومع ما سبق يذهب مراقبون إلى ربط انسحاب موسكو من آلية التحييد الإنسانية بقانون قيصر ولسيما أن العقوبات قد دخلت ولا مخرج للروس إلا بفتح أبواب أخرى قد تحقق لهم ما يبتغونه أبواب ليست سياسية أو عسكرية بل ترتبط بلقمة عيش السوريين وسلامة الكوادر الإنسانية ومن فشل التحييد والقصف المركز ربما تترجم الرسالة الروسية للأمم المتحدة اليوم بجزء منها لما شهدته حلب في عام 2016 حينما قصفت طائرات الروسية قافلة للهلال الأحمر والأمم المتحدة أمام أعين الجميع وكان الرد إدانة وقلقا لا غير ترجمة نانسي قنقر